إلى الحسابات التونسية المؤيدة لإخشيد عصره وأوانه والتي شاركت مؤخرا منشورا موحدا عن إحباط الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية عملية إطلاف وإحراق لوثائق وأوراق وملفات إدارية هامة على متن شاحنة لأشخاص ومسؤولين ومؤسسات كبرى متورطين في قضايا فساد كبيرة بالبحث عن حقيقة الخبر تبين أنه زائف ولا أساس له من الصحة حيث لم يحبط الحرس الوطني عملية إطلاف وثائق ولا أوراق ولا ملفات إدارية لأشخاص وشخصيات ومؤسسات ومسؤولين بمراجعة الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية التونسية لم نجد أي أثر لهذا الخبر الطريف أن هذه الأخبار انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة للتأثير على الرأي العام وإظهار محاربة الفساد من قبل قيس سعيد قيس سعيد الذي دائما ما يقول إنه ليس لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وإنه لا يفهم فيها السؤال الآن من أين تأتي كل هذه الصفحات المفبركة العاملة لمشروع قيس سعيد يبدو أن أحبابه كثر على وسائل التواصل